بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الأول من دروس تفسير سورة الإسراء للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الأولى من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تسمى هذه السورة سورة بني إسرائيل وعدد آياتها مئة وإحدى عشرة آية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية غير قوله تعالى وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزْزُّونَكَ مِنْ الْأَرْضِ إلى قوله وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا أي من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثمانين فإنها مدنيات نزلت حين جاء وفد ثقيف وفي تفسير قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مسائل المسألة الأولى قال النحويون سبحان اسم علم للتسبيح يقال سبحت الله تسبيحا وسبحانا فالتسبيح هو المصدر وسبحان اسم علم للتسبيح كقولك كفرت اليمين تكفيرا وكفرانا وتفسيره تنزيه الله تعالى من كل سوء قال صاحب النظم السبح في اللغة التباعد يدل عليه قوله تعالى إن لك في النهار سبحا أي تباعدا فمعنى سبح الله تعالى أي بععده ونزهه عما لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول سورة الحديد وقد جاء في لفظ التسبيح معاني أخرى أحدها أن التسبيح يذكر بمعنى الصلاة ومنه قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين والسبحة الصلاة النافلة وإنما قيل للمصلي مسبح لأنه معظم لله تعالى بالصلاة ومنزه له عز وجل عما لا ينبغي وثانيها ورد لفظ التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون أي تستثنون وتأويله أيضا يعود إلى تعظيم أمر الله تعالى في الاستثناء بمشيئته أي أن تقول إن شاء الله وثالثها جاء في الحديث لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء قيل معناه نور وجهه عز وجل وقيل سبحات وجهه نور وجهه الذي إذا رآه الرائي قال سبحان الله والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وقوله أسرى قال أهل اللغة أسرى وسرى لغتان وقوله بعبده أجمع المفسرون على أن المراد محمد صلى الله عليه وسلم وسمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله تعالى قال سمعت الشيخ الإمام أبا القاسم سليمان الأنصاري رحمه الله قال لما وصل محمد صلوات الله عليه إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله تعالى إليه يا محمد بما أشرفك قال رب بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية فأنزل الله تعالى فيه سبحان الذي أسرى بعبده وقوله ليلا نصب على الظرف فإن قيل الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل قلنا أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به في بعض الليل من مكة وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية فإن أراد بقوله ليلا بلفظ تنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة ونقل صاحب الكشاف عن أنس رضي الله عنه وعن الحسن رحمه الله أنه كان ذلك قبل البعثة وقوله من المسجد الحرام اختلفوا في المكان الذي أسري به منه فقيل هو المسجد الحرام بعينه وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرآن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظام إذ أتاني جبريل بالبراق وقيل أسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب والمراد بالمسجد الحرام على هذا القول الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به وعن ابن عباس رضي الله عنهما الحرم كله مسجد وهذا قول الأكثرين وقوله إلى المسجد الأقصى وقوله إلى المسجد الأقصى اتفقوا على أن المراد منه بيت المقدس وسمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقوله الذي باركنا حوله قيل بالثمار والأزهار وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء عليهم السلام ومهبط الملائكة واعلم أن كلمة إلى الانتهاء الغاية فمدلول قوله إلى المسجد الأقصى أنه وصل إلى حد ذلك المسجد فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه وقوله لنريه من آياتنا يعني ما رأى في تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى فإن قالوا قوله لنريه من آياتنا يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات لأن كلمة من تفيد التبعيض وقال في حق إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فيلزم أن يكون معراج إبراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد صلى الله عليه وسلم قلنا الذي رآه إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض والذي رآه محمد صلى الله عليه وسلم بعض آيات الله تعالى ولا شك أن آيات الله أفضل ثم قال إنه هو السميع البصير أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد صلى الله عليه وسلم البصير بأفعاله العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء مقرونة بالصدق والصفاء فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات وقيل المراد سميع لما يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بصير بما يعملون في هذه الواقعة المسألة الثانية اختلف في كيفية ذلك الإسراء فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على أنه أسري بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقلون قالوا إنه ما أسري إلا بروحه حكي عن محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن حديفة رضي الله عنه أنه قال ذلك رؤيا وأنه ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أسري بروحه وحكي هذا القول أيضا عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين أحدهما في إثبات الجواز العقلي والثاني في الوقوع أما المقام الأول وهو إثبات الجواز العقلي فنقول الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها والله تعالى قادر على جميع الممكنات وذلك يدل على أن حصول الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع فهذا الإمام يتحدث عن ما كان معلوما في عصره أراد أن يثبت أن الحركة بهذه السرعة ممكنة وفي أيامنا هذا نحن نعلم بأن الضوء يسير بسرعة ثلاثمائة ألف كيلو متر في الساعة والموجات الكهرومغناطيسية أيضا تسير بهذه السرعة لذلك نحن نستقبل بث الفضائيات في جزء من الثانية تصعد إلى القمر الصناعي ثم تعود إلى الأرض في أجزاء من الثانية ونحن نسلم بأن هذه السرعة ممكنة لكن الإمام يحاول أن يثبت إمكانية هذه السرعة في زمنه لذلك أتى بهاتين المقدمتين يقول فنفتقر هاهنا إلى بيان مقدمتين المقدمة الأولى في إثبات أن الحركة الواقعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه وجوه الوجه الأول أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور أي من نصف دوره وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد إلى الدور يعني نسبة قطر الدائرة إلى محيطها نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع يعني من أراد أن يحصل على محيط الدائرة يضرب قطر الدائرة بالنسبة التقريبية وهي ثلاثة فاصلة أربعة عشر في المئة فيقول نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع نسبة قطر الدائرة إلى محيطها نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع وبتقدير أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرك إلا بمقدار نصف القطر فلما حصل في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان لأنها أقل منها بأكثر من ثلاث مرات فكان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى بالإمكان والله أعلم الوجه الثاني وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مئة وستين وكذا مرة ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع وذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه وأقول الإمام قال كرص الشمس يساوي كرة الأرض مئة وستين وكذا مرة والحق أن العلم أثبت أن حجم الشمس يفوق حجم الأرض بحوالي مليون وثلاثمائة ألف مرة الوجه الثالث أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق العرش فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى مركز العالم فإن كان القول بمعراج محمد صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة ممتنعا في العقول كان القول بنزول جبريل عليه السلام من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقول بثبوت المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبوة فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه السلام في اللحظة من العرش إلى مكة فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه السلام في اللحظة من العرش إلى مكة ولما كان ذلك باطلا كان ما ذكروه أيضا باطلا فإن قالوا نحن لا نقول إن جبريل عليه السلام جسم ينتقل من مكان إلى مكان وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد صلى الله عليه وسلم حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات جبريل عليه السلام إن قالوا هذا قلنا تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء وأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن جبريل عليه السلام جسم وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك إلى مكة وإذا كان كذلك كان الإلزام المذكور قويا روي أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة المعراج كذبه الكل وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قد قال ذلك فهو صادق ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له تلك التفاصيل فكلما ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت فلما تمم الكلام قال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله حقا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أنك الصديق حقا وحاصل الكلام أن أبا بكر رضي الله عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فيما هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا الوجه الرابع أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون وجود إبليس ويسلمون أنه هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق إلى المغرب لأجل إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم فلما سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حق إبليس فلا أن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء عليهم السلام كان أولا وهذا الإلزام قوي على من يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان وأما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جسماني فهذا الإلزام غير وارد عليهم إلا أن أكثر أرباب الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل فإن قالوا هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة لأنهم أجسام لطيفة ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها أما الإنسان فإنه جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه؟ قلنا نحن إنما استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في السرعة إلى هذا الحد ممكن في نفس الأمر وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الإنساني فذاك مقام آخر سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى الوجه الخامس أنه جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسليمان عليه السلام إلى المواضع البعيدة في الأوقات القليلة قال تعالى في صفة مسير سليمان عليه السلام ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر بل نقول الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة وذلك أيضا يدل على أن مثل هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة الوجه السادس أن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر بدليل قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإذا كان ممكنا في حق بعض الناس علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود الوجه السابع أن من الناس من يقول الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع يخرج من عينيه ويتصل بالمبصر ثم إنا إذا فتحنا العين ونظرنا إلى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى رجل في تلك اللحظة اللطيفة فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى رجل في تلك اللحظة اللطيفة وذلك يدل على أن الحركة الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات فثبت بهذه الوجود أن حصول الحركة المنتهية في السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه المقدمة الثانية في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا يكون حصولها في جسد محمد صلى الله عليه وسلم ممتنعا والذي يدل عليه أن بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام متماثلة في تمام ماهياتها فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد صلى الله عليه وسلم أمر ممكن الوجود في نفسه وإذا ثبت هذا فنقول ثبت بالدليل أن خالق العالم عز وجل قادر على كل الممكنات وثبت أن حصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمد صلى الله عليه وسلم أمر ممكن فواجب كونه تعالى قادرا عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في نفسه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في نفسه أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب إلا أن هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام بل هو حاصل في جميع المعجزات فانقلاب العصى ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال والعصي فانقلاب العصى ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال والعصي ثم تعود في الحال عصا صغيرة كما كانت أمر عجيب وخروج الناقة العظيمة من الجبل الأصم وإضلال الجبل العظيم في الهواء عجيب وكذا القول في جميع المعجزات فإن كان مجرد التعجب يوجب الإنكار والدفع لزم الجزم بفساد القول بإثبات المعجزات وإثبات المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وإن كان مجرد التعجب لا يوجب الإنكار والإبطال فكذا هاهنا فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم المقام الثاني في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق الذي يدل على أنه تعالى أسرى بروح محمد صلى الله عليه وسلم وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر أما القرآن فهو هذه الآية وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح العبد اسم لمجموع الجسد والروح فوجب أن يكون الإسراء حاصلا لمجموع الجسد والروح واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الإنسان هل هو الروح وحده أو الجسد وحده أو مجموع الجسد والروح أما القائلون بأن الإنسان هو الروح وحده فقد احتجوا عليه بوجوه أحدها أن الإنسان شيء واحد باق من أول عمره إلى آخره والأجزاء البدنية في التبدل والتغير والانتقال والباقي غير متبدل فالإنسان مغاير لهذا البدن وثانيها أن الإنسان قد يكون عارفا بذاته المخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية إذن الأمر الأول أن الإنسان شيء واحد باق من أول عمره إلى آخره والأجزاء البدنية في التبدل والتغير والانتقال والباقي غير المتبدل الباقي غير المتبدل فالإنسان مغاير لهذا البدن وثانيها أن الإنسان قد يكون عارفا بذاته المخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية والمعلوم مغاير للمغفول عنه فالإنسان مغاير لهذا البدن وثالثها أن الإنسان يقول بمقتضى فطرته السليمة يدي ورجلي ودماغي وقلبي وكذا القول في سائر الأعضاء فيضيف كلها إلى ذاته المخصوصة والمضاف غير المضاف إليه فذاته المخصوصة وجب أن تكون مغايرة لكل هذه الأعضاء فإن قالوا أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون نفسه مغايرة لذاته وهذا محال قلنا نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتموه بل إنما نتمسك بمحض العقل فإن صريح العقل يدل على أن الإنسان موجود واحد وذلك الشيء الواحد يأخذ بآلة اليد ويبصر بآلة العين ويسمع بآلة الأذن فالإنسان شيء واحد وهذه الأعضاء آلات له في هذه الأفعال وذلك يدل على أن الإنسان شيء مغاير لهذه الأعضاء والآلات فثبت بهذه الوجوه أن الإنسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد إذا ثبت هذا فنقول سبحان الذي أسرى بعبده المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا التقدير فلم يبقى في الآية دلالة على حصول الإسراء بالجسد فإن قالوا فالإسراء بالروح ليس بأمر مخالف للعادة فلا يليق به أن يقال سبحان الذي أسرى بعبده قلنا هذا أيضا بعيد لأنه لا يبعد أن يقال إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات والمشاهدات ما لم يحصل لغيره البتة فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به فهذا تقرير وجه السؤال على الاستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا والجواب أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد والدليل عليه قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ولا شك أن المراد من العبد هاهنا مجموع الروح والجسد وقال أيضا في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا والمراد مجموع الروح والجسد فكذا هاهنا وأما الخبر فهو الحديث المروي في الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماوات واحتج المنكرون له بوجوه أحدها بالوجوه العقلية وهي ثلاثة أولها أن الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد غير معقولة وثانيها أن صعود الجرم الثقيل إلى السماوات غير معقول وثالثها أن صعوده إلى السماوات يوجب خراق الأفلاك وذلك محال والشبهة الثانية أن هذا المعنى لو صح لكان أعظم من سائر المعجزات وكان يجب أن يظهر ذلك عند اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في الدعاء النبوة فأما أن يحصل ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد فإنه يكون ذلك عبثا وذلك لا يليق بالحكيم والشبهة الثالثة تمسكوا بقوله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وما تلك الرؤية إلا حديث المعراج وإنما كان فتنة للناس لأن كثيرا ممن آمن به لما سمع هذا الكلام كذبه وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس فثبت أن ذلك رؤيا رآه في المنام الشبهة الرابعة أن حديث المعراج اجتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيد لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذنومة ومنها ما روي من ركوب البراق وهو بعيد لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك فأي حاجة إلى البراق ومنها ما روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام إلى أن عاد الخمسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه السلام قال القاضي وهذا يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره وأنه يوجب البداء وذلك على الله تعالى محال فثبت أن ذلك الحديث مجتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها والجواب عن الشبهة الثانية ما ذكره الله تعالى وهو قوله لنريه من آياتنا وهذا كلام مجمل وفي تفصيله وشرحه وجوه الأول أن خيرات الجنة عظيمة وأهوال النار شديدة فلو أنه صلى الله عليه وسلم ما شاهدهما في الدنيا ثم شاهدهما في ابتداء يوم القيامة فربما رغب في خيرات الجنة أو خاف من أهوال النار أما لما شاهدهما في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ لا يعظم وقعهما في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهما وحينئذ يتفرغ للشفاعة الثاني لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة صارت سببا لتكامل مصلحته أو مصلحتهم الثالث أنه لا يبعد إذا صعد الفلك وشاهد أحوال السماوات والكرسي والعرش صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه فتحصل له زيادة قوة في القلب باعتبارها يكون في شروعه في الدعوة إلى الله تعالى أكمل وقلة التفاته إلى أعداء الله تعالى تكون أقوى يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب لا يكون حاله في قوة النفس وثبات القلب على احتمال المكاره في الجهاد وغيره إلا أضعاف ما يكون عليه حال من لم يعاين واعلم أن قوله لنريه من آياتنا كالدلالة على أن فائدة ذلك الإسراء مختصة به وعائدة إليه على سبيل التعيين والجواب عن الشبهة الثالثة أن عند الانتهاء إلى تفسير تلك الآية في هذه السورة نبين أن تلك الرؤيا عيان لا رؤيا منام والجواب عن الشبهة الرابعة لاعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله أعلم المسألة الثالثة أما العروج إلى السماوات وإلى ما فوق العرش فهذه الآية لا تدل عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورة النجم ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى لتركبنا طبقا عن طبق وتفسيرهما مذكور في موضعه وأما دلالة الحديث فكما سلف والله أعلم وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الأولى ونقف عند الآية الثانية وهي قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلة نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين